انتو عارفين ان انا من الناس دي يعني انا كسف ابين مشكلتي او فيه ناس لما حتى بيحصلها ابتلاء بتكسف تقوق يعني ما بتزهروش ما بتصوروش وتنزلو زي فيه ناس مثلا تلاقيه لو عيان لو صباح وتجرح ولا مثلا العربية قفلت على صباح تلاقيه رفع بقى ايده كده على الفيسبوك وانا ودعولي واقوم بالسلامة يعني فيه ناس بتحب تبين كل حاجة في حياتها لكن فيه ناس عندها مشاكل جسيمة جدا مشاكل عظيمة بجد ما بتحبش تبينها هي بطبيعتها ما بتحبش تصدر طاقة سلبية للناس او بتحبش حد يشمت فيها بتحبش حد يقولها معلش انا من الناس دي انا بحبش حد يقولي معلش انا معلش نفس بنفسي اطبطب على نفسي بنفسي لكن ان اقعد عيض بقى واروح في ايه مشكلة والحقه حصلي اه ما بعرفش حبش انا حد يفضل مالك مالك واحد احكي وعاية لا انا حب اقفل باب قطي كده على نفسي وطبطب على نفسي ويومين تلاتة كده اخدهم كده ايه مع نفسي كده وبعد اليوم التاني التالت باب امر اقوم عف على رجلي وارجع شغلي والناس تشوفني بتحك ومبسوطة لان فيه ناس بتدي طاقة ايجابية لكل الناس اللي حواليها يعني انا ممكن اكون مصدر الراحة والامان لولادي فانا اناكد عليهم ليه انا ممكن اكون مصدر الامان والانبساط والضحكة الحلوة لاصحابي والناسي في شغلي فانا ادخل اناكد عليهم ليه يعني فيه ناس ما بتبينش والناس دي عيني اللي هو احنا بقى والنسبة كبيرة كده كتير مننا بنبقى ضحية العين والحسد ليه بنبقى الضحية لان ما بنبينش ممكن يبقى عندي مشكلة بس باتحك فبتاتحك يحسدوني على ضحكتي يحسدوني على عربيتي يحسدوني ان انا لسه بشتغل وقفة على رجلي يعني فيه اعلامية كبيرة من كم يمكن ان طالعين ترندات عليها عشان ازاي هي وصلت للسن ده ولسه بتشتغل فممكن يحسدوني على ان انا وقفة على رجلي وبشتغل بيحسدوني ان انا عندي ولاد بيحسدوني ان انا حلوة وشكل حلو بيبصوا لو ايه بيبقوا عنيهم دي رشقة في حياتنا طب هل طبيعة الناس دي اللي هي الناس اللي انا قادر اقول عليهم البصاصة الناس البصاصة اللي اتعمل عليهم اغاني ومهرجانات قد كده هل طبيعتهم هي كده يعني انا عايز اعرف الطبيعة جاية منين يعني هل وهي صغيرة كانت مبتها كده هل هي ما تربيتش اللي هو ايه انتوا عارفين واحنا صغارين كده كانت امي دايما تقولي ايه كلي اصادك كلي من الطبق اللي اصادك كلي من مكانك ما تجيش تاكلي من اخر الطبق ملكيش دعوة بطبق اختك ملكيش دعوة كان برضو فيه اتيكيت كده يخليك مش بس طبقك لا دا انت بص في ورقتك وكلي من طبقك وخليكي في عشتك وخليكي في بيتك ولادك ركزي مع جوزك ملكيش دعوة بجوز صاحبتك ملكيش دعوة بجوز جزوختك حتى يعني لو ما مثلا امي مثلا تلاقي عندها بنتين تلاقي تشتكي تقول لها بص جزوختي جايب لها وعملها تقول لها خليكي في عشتك انت مثلا جزوختك عصبي طب جزوختك بيخنها ومعذبها لكن انت جزوك حنين ما هيا جماعة ربنا بياخد حاجة وبيدي حاجة يعني الحياة كلها هم 24 ارات 24 ارات انا اخدهم صحة اخدهم شكل حلو اخدهم فلوس اخدهم اولاد مهم هي متقسمة فالناس دي هي عمرها ما بتبص في رزقها هي لا هي بتبص في الناس طب عيتها ايه الناس دي هل دي وراسة هل دي طبيعة شخصية طب لو هي طبيعة شخصية هي ايه الشخصية دي اللي على طول بصة في حياة الناس ورشأة في حياة الناس ومش بصة في عشتها اشتركوا في القناة